السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وحشتوني كتير كتير جربتي تعمليه مروحة مقرمش وجميل جدا 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 تعموا خرافة الناس اللي بتحب الجلاش المقرمش كله من اوله لاخره من اول قطعة لاخر قطعة كلها مقرمشة وجميلة تعالي معايا نشوف عملناها ازاي ونقول باسم الله ونشوف عملنا الجلاش بتاعنا الحلو ازاي جبت كمية من السمنة او سمنة على زيت المادة الدهنية اللي انتو بتحبيها ومسحت كده بالفرشة قاع لصانية لازم اغلفها بالسمنة علشان الجلاش بتاعنا ما يلزقش جبت بقى لفة الجلاش المحترمة والله عايز اقول لكم يعني الكمية دي مخدتش نص كيلو لا ده خدت اكتر يعني الصانية خدت اكتر من نص كيلو ورمت جلاش كتير وما فيش حاجة تهضرت وسواء متقطع او سليم هيبقى معاكي حلو جدا 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 تجيبي الجلاش من غير ما تدهني اي اسامنا ورقة الجلاش تعمليها زي المروحة بتتطبق زي المروحة بتاعتنا بتاعت الاطفال زمان كده لما كنا بنعملها واحنا صغيرين في الحر زي ما انتو شايفين بتطبقها واحدة رايحة واحدة جاية كده ونرسها في الصانية حابة تقطعيها كتاعة صغيرة براحتك حابة ترسيها زي ما هي بطولها ما فيش اي مشكلة ما عملناش اي مجهود ما دهنناش اي مادات دهنية لحد الان غير فقاع الصانية وهنكمل بيها اللفة كلها شايفين لو في واحدة متقطعة برضو بطبقها نفس تطبيق المروحة وبحطها في الصانية انت مش مطالبة ان يبقى كله زي بعضه المبتدئين اللي ما يعرفوش رص جلاش هيبقى سهل عليهم جدا ومش هياخد منهم اي مجهود مجرد بتطبقي الورقة مروحة وبترسيها في الصانية وما تسيبيش الصانية مفرغة ممكن يعني يبقوا مسكين في بعض ما فيش مشكلة مش هيلزق في بعضه ولا هيعجن ولا هتلاقي الجلاش طري من جوه للناس اللي بتحب الجلاش ما ارمش من الاول للاخر زي ما انتو شايفين انا بطبق باي مقاس باي كمية زي ما الورقة تجيب معاكي بتطبقي بطبق الكمية كلها والله الصانية الكبيرة خدت اكتر من نص كيلو يعني خدت انا دايما باخد في الصانية الكبيرة دي نص كيلو دي خدت كمية اكبر وقطعتها على حسب بقى التقطيع اللي انتو بتحبيها انا شايفة ان التقطيع دي كانت مناسبة لي وبفرشة سمنة كده بنمشي على وش الجلاش بنفرطه من بعض بصراحة ما خدش سمنة بالكمية اللي بنعملها في راس الطبقات وطلع كلهم قربش وجميل وتسقى شرباته ومش ناقص مادة دهنية بالعكس ومش زيادة برضو المادة الدهنية مظبوطة جدا جدا والطبقات بتاعتنا واخد حقها في السنة او في المادة الدهن الدهون يعني ومش واخد زيادة ومتقرمشة كلها زي ما انتو شايفين انا بعمل بس بالفرشة مش باخد كمية كبيرة ولا اي حاجة خلاص انا عملت الجلاش كله هندخله الفرن ونشوفه بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي اهم حاجة انك ما تخلهوش لازق في بعضه قوي وانت بتدهنيه بالسمنة علشان يبقى مفرفر كده من بعضه وجميل هنروح عالفرن ونشوف شاكله بعد ما طلع من الفرن عامل ازاي شايفين طبعا كله متحمر وجميل جدا وانا كنت عملت الشربات قبل كده انا بس بمشي اه يعني انا مصبتش الشربات كله اولا الشربات مش تقيل مظبوط قوامه متوسط وما حطتش الكمية اللي كنا بنسقي بيها طبقات الجلاش لازم تبقى الكمية كبيرة علشان تسقي اول طبقة واخر طبقة لكن بالشكل ده الكمية ما خدتش جلاش كتير ومش مسكر اوي للناس اللي بتحب الحاجة مش مسكرة وطبعا متحمر ومتقرمش كله من اول طبقة لاخر طبقة لان هو مفيش طبقات فوق بعد هي طبقات كلها وراء بعضها هو سخن طبعا ومقرمش وجميل جدا 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 انا عن نفسي بحبه كده ويا ربي الوصفة تعجبكم وتجربوه وفي الاخر بترش عليه المكسرات اللي تعجبك وتقولي لي ايه رأيك في الكومنتات ولو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك